أكد رائد المناخ لرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 محمود محيد دين على ضرورة وجود أنظمة لتقييم المخاطر مع أهمية ترقية إجراءات التكيف المناخية وخلال كلمته بجلسة يوم التكيف والزراعة ضمن فعليات قمة المناخ أشار محيد دين إلى أنه بحلول عام 2025 ستقوم المؤسسات المالية الدولية بحثف السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها من المناطق التي تحتاجه للدعم حتى يتم هناك التكاون من خلال التنوع وبحلول عام 2025 فإن المؤسسات المالية يجب أن تقوم بمحو السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها وهذا يجب أن يكون هناك أيضا تقييم المخاطر ونحتاج أن يكون هناك ترقية للإجراءات الخاصة بالتكيف والتخفيف وهذا من خلال إجراءات ثلاثة أهمية نتبنىها الأول مرتبط بالدور الأمر الخاص بهذه المناطق وهناك العديد من المشروعات ومؤخرا وبشكل أكثر شمولا في التعاون مع هذه القضايا في بربيبوس وهذا لدينا مؤشر أداء رئيسية لدينا مؤشرات أداء رئيسية نتعامل معها للإقلال ولتخفيف المخاطر ولدينا العديد من الجهات التي تترك هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر